اشتركوا في القناة التي هي اليوم دين قائم بذاته بعد أن كانت مجرد معتقدات متفرقة كما قلنا في الفيديوهات السابقة الكثير مع الأسف عندما يتكلم عن الديانة الفيدية يتصور أنها أصلها هندية المنشأ وهذا غير صحيح بل هي قادمة من منطقة وادي السند إلى الهند بعد سقوط حضارة وادي السند وكان القدوم المتاحة على يد مجموعة بشرية يطلق عليهم الجنس الآري صحيح أن الجنس الآري هي كلمة مستعملة دينيا وغير معترف بها علميا لأن العلم لا يعتمد هذه التسميات وغير معترف بها في المجال العلمي لا من ناحية الاسم ولا من ناحية أن هناك أصلا جنس آري بينما في المجال العلمي نتكلم على لغة هند أوروبية ليس لها علاقة لا بالعرق ولا بالجنس ولا بالشعب كلمة آري باللغة السانسكريتية تعني النبيل السيد الشريف أما من ناحية الدينية خاصة في الديانات السماوية الآريين هما ينزلوا من ولد من أولاد نوح كما نقوله الساميين هذه المجموعة البشرية التي ظهرت في ود السن وأظهرت حضارة كبيرة ولغة متطورة ومعتقدات قوية جدا جاءت كما قلنا في الفيديوهات السابقة من عدة مناطق من العالم واختلطت مع السكان الأصليين لهذه المنطقة والبحوث العلمية أثبتت خاصة فيما يخص اللغة السانسكريتية التي كتبت بها الكتب البيدية هي لغة قادمة من شرق أوروبا معانتها مش أكيد إنما معانتها لكلهم جاءوا من شرق أوروبا ولكن هناك مجموعة بشرية انتقلت من شرق أوروبا تحمل لغة معينة وهذه اللغة عندما وصلت لواد السن تطورت وأصبحت هي اللغة وانتشرت في كل مناطق الشرق الأقصى وتشوفوا يعني حتى تركوا بخريطة المنطقة هذه اللي تشمل تقريبا أوروبا وتركيا وإيران وباكستان وحتى نواحي روسيا لكل هذه المنطقة اللي يسميوهم ما يسمى بالجنس الآري أو يسميوهم بالجنس الهندو الأوروبي وهي في الحقيقة على حسب البحوث العلمية هي تسمى اللغة الهندو أوروبية يعني كل اللغات اللي موجودة هوني يرجع للأصل للغة هذه الهندو أوروبية اللي كتبت بها في اللول الكتب المقدسة ما يسمى السانسكريتية بعد سقوط حضارة ويتسند وخاصة مدينة في باكستان يطلق عليها هارابة معروفة يعني هذه المدينة قديمة جدا وهي تعتبر مركز حضارة ويتسند هاجر مجموعة مما يطلق عليهم الآريين أو الذين يتكلمون ويتقنون اللغة السانسكريتية ومتعمقين في المعتقدات الغنوصية الفيدية استقروا في الهند وخلقوا الديانة الفيدية التي نعرفها اليوم وكتبوا كتب الفيدا والأوبانشيدا وغيرها من الكتب بهذه اللغة وكل الديانات الهندية اللي موجودة الآن في الهند ولواحي الهند لكلها تعتمد نفس الكتب المقدسة ولكن عندها فهم يختلف والنجم نقوله وجهة نظر مختلفة خلت ظهور هذه الديانات الأخرى مثل الهندوسية وغيرها وحتى الزردشتية تقولوا نشوفوه من بعد إذن كل الديانات الهند تعتمد نفس المصدر اللي تعتمد عليه الديانة الفيدية بينما الديانات الأخرى اللي موجودة في العالم الكلها منها الزردشتية والديانات السماوية والديانات الفلسفية اللي موجودة في الصين والفلسفات اللي ظهرت في غوروبا لكلها تعتمد على الكتب الفيدية ولكن بطريقة غير مباشرة لا تعتبر الكتب الفيدية كتب مقدسة وإنما لا تذكرهم أصلا وإنما خلقت كتب خاصة بها مستمدة الفكرة من الكتب الفيدية يعني عبارة على أنهم سرقوا الفكرة اللي موجودة في الكتب الفيدية وعودوا كتبوها بطريقة أخرى وقالوا إنها جات من السماء أو من مخلوقات فضائية أو إنها سمو روحي وصلوا القديس أو الخالق للدين هذه الفكرة واضحة وبين أن كل الديانات الهندية تعتمد نفس المصدر للكتب الفيدية اللي هي كتب الفيدا والأوبانشيدا بينما الديانات الأخرى والديانات الفلسفية والفلسفات تعتمد أيضا الكتب الفيدية ولكن لا تذكرها ولا تشير إليها أصلا إذن أحنا هنا في هذه الفيديو بش ندخلوا دراكة في المعتقدات الأصلية للديانة الفيدية يعني أحنا بش نحاول ونطرحوا عدة أسألة وكل سؤال ونقولوا شنو وجهة نظر الفيدية في هذه الأسئلة قبل أن نسألوا الأسلة الأوجودية المتعلقة بالديانة الفيدية لازمنا نعرفوا اللي رغم اللي اليوم في الوقت الحاضر نسميها ديانة فيدية ولكن عندما نجيوا نبحثوا فيها نلقاوها ما عندهاش خصوصيات الديانة أبسط شيء كل ديانة في العالم عندها رمز مثلا الإسلام عنده الهلال والنجمة المسيحية الصليب البوذية عندها العجلة كل دين تلقى عنده رمز أو إيقونة أو لقو بينما الديانة الفيدية هي الوحيدة اللي ما عندهاش إيقونة الواحد يسأل علاش ما عندهاش إيقونة؟ الإيقونة الوحيدة اللي يتمثل الديانة الفيدية وهي إيقونة فرضت عليها هي الكتب الفيدية الأربعة والأوبانشيدة يعني وطن حبو نرمز للديانة الفيدية اللي توهي نسميوها الديانة نرمز إليها بهذه الكتب صحيح اللي يحب يدرس زادا الديانة الفيدية المعلومات عليها شحيحة جدا حتى في الأنترنت وخاصة بالعربية ووقت هيدرسها ويتعمق فيها يلقاها ما تشبهش للديانات الواحد يسأل علاش ما تشبهش للديانات؟ علاش؟ لأن الديانة الفيدية هي ديانة رغم اللي نسميوها ديانة هي جدا مرينة احنا نشوف إلي كل الديانات في العالم عندها قواعد صارمة وعندها كما نقولوا إحنا أفكار ثابتة وتعتبر مقدسة بينما الديانة الفيدية رغم اللي تعتبر الكتب متاحها مقدسة ولكن تعطي حرية لرهبانها أن يفسروها كما يحبوا هذا من جهة ومن جهة أخرى ينجموا يبدلوا الفكرة من وقت الوقت إذن هي ديانة غير مرتبطة معانتها بالزمان يعني من زمان لزمان تتبدل يعني الفهم للنص يتبدل من زمان لزمان والفهم للنص يتبدل من مكان لمكان هذه هي خاصية الديانة الفيدية هذاك علاش؟ الديانة الفيدية تعتبر كل الديانات العالم هي في الأصل فيدية بل هي تفسير للديانة متاحها لأنها تعتبر نفسها هي الأصل وكل الديانات الأخرى فروع وهذه هي قوة الديانة الفيدية اللي جابت لبراهمة وجابت الديانات الأخرى الشرق أقصى وجابت طريقة غير مباشرة الديانة السماوية والفلسفات الدينية احنا نرجع الساعة لنقطة مهمة جدا هي الكتب واحد يقول شنوة فهمة في الكتب هذه بالنسبة للكتب الفيدية الأربعة وقت نشوفوا شنوة فيهم نلقاوهم أول حاجة يتكلموا على القوانين والقواعد والطقوس والصلوات والعبادات والتقرب والأشعار فيها شعر جدا غني يعني متمجموش تتصوره قوة الشعر الفيدي وتأثيره على النفس البشرية يعني لو يتم قراءته على إنسان يفهم اللغة اللي كتبت بها الفيدية يكون التأثير متاعه جدا قوي بل حتى ترجمة الأشعار عندما تقراها تتأثر بها لأنها تعود للمخزون اللاشعوري البشري اللي في داخلنا احنا الكل هذا من جهة من جهة أخرى تتكلم على أنواع الآلهة اللي تتصارى وتتقاتل عندما واحد يقرأ الكتب الفيدية يلقى فيها كثير من الحروب وكثير من الجرائب ولكن هذه الجرائم اللي مذكورة في الكتب الفيدية هي جرائم وقعت بين الآلهة بينما نفس هذه الجرائم نلقاوها في كتب اليهود والتي هي وقعت بالفعل ضد البشر أو في كتب المسلمين اللي وقعت بالفعل ضد البشر إذن عندما تقرأ الكتب الفيدية الأربعة تلقى جرائم نجمه نقوله إلهية الآلهة كانت تتصارى بطريقة يعني مرعبة اللي معانتها الجرائم اللي موجودة فيها متنجمش تتصورها معانتها من قوة العنف متاحها كما أن نجد في الكتب الأربعة متاع الفيدية ما يسمى صراع النقيضين مثل الحرب والسلم الحب والكره كل أنواع النقيضين نلقاهم في الكتب الفيدية الأربعة أما ما يتعلق بالأوبنشيدة فهو عبارة على كتاب الإيمان فيه كل الأسألة الأوجودية فيما يتعلق من خلق الكون لماذا خلق الكون وكل التفاصيل المتاحة اللي نحاولوا بش نعرفوها في هذه الفيديو الأخيرة فيما يخص الفيدية إذن اللي حبيت نقوله اللي الديانة الفيدية تعتبر الكتب المتاحة المقدسة هي كتب إلهام لكل راهب أن يفسرها كما يحبها ذلك عنيش الديانة الفيدية ما عرضتش لبراهما عندما خرجوا وجابوا تفسير آخر يختلف على التفسير أمتاع البراهما القدم يعني هوني ما يسمى بالأصولية الدينية غير موجودة في الديانة الفيدية بل يمكن أن تكون مسلم أو مسيحي أو هندوكي وتكون فيدي في نفس الوقت لأنها هي ترى اللي هذاكا ما يتعرضش لأن البيدية هي اللب الأساسي للإيمان وهذه القوة متاحهم القوة اللي نجموا يبقوا فيها إذن رغم اللي هي الآن تتسمى دين ولكن ما عندهاش خصائص الدين ولكن احنا اللي همنا هوني مع أنت ما نطولش عليكم أنا ما نش بش مذكروا لكم كل القصص اللي موجودة في البيدية لأخبت كان مش نقعد نذكر لكم الفيديو بش تدوم ساعات ولكن نعتيكم فكرة ونظرة على الموضوع ونركز على الأسألة المهمة اللي تنجمتوما تستفيدوا منها وقتها تفكروا وتقارنوها بالمعتقدات متاعكم الشخصية أو المعتقدات متاع الديانات الأخرى القاعدة الأساسية اللي تعتمد عليها الديانة الفيديية إن الأصل هو شر وهنا تخالف كل الديانة الأخرى اللي يعتبروا الأصل هو الله وهو الخير الكلي والكمال الكلي والعقل الكلي والذات الكلية الفيديية تعتبر الأصل هو الشر وهنا عندهم القصة متاعهم اللي موجودة في الكتب متاعهم كيف بدأ الخلق إذن أحنا الآن بش نحاولوا نفهموا كيفاش يفسروا الفيدييين وجود هذا العالم وعليش احنا موجودين في هذا العالم وهل هناك إله هم لا وكل هذه الأسألة المهمة وبهذه الطريقة نختم الحديث على الفيديية وننتقله للديانة الأخرى بش نوصلوا للهدف متاعنا اللي حشتنا بيه واللي هو المهم بالنسبة لينا وهي الديانة السماوية نبدأ بالقصة الرمزية اللي موجودة في الكتب الفيديية اللي تتكلم على ظهور الكون القصة بش نحكيها كما هي مع انتها بدون تفاصيل وانتو ما افهموها كما تحبوا تقول القصة في الكتب الفيديية ان الاصل هو الشر الاصل هو الظلام الاصل هو الدمار الاصل هو الفوضى كل ما هو خائب هو الاصل كان فما كان الفوضى والشر يمثلوه بالقصة انه كان عبارة على امواج بحر مع رياح عاصفة ففي هذه الظروف ظهرت ما يسمى بيضة هذه البيضة تفط على ظهر البحر اللي هو رمزي اللي هو يمثل الشر فهذه البيضة ارادت ان تتكاثر فالارادة متاحها متاع التكاثر خلقت عندها ما يسمى بحرارة وهذه الحرارة تسببت في انقسام البيضة او كما نقوله احنا بالتونسي فقصة البيضة نتيجة الحرارة وعندما فقصت قسمة على زوس وظهرت ما يسمى الفوق والتحت السماء والارض وظهرت كل ما هو النقضين ولكن الذي كان في هذه البيضة هو ما يسمى النفس الكلية التي اوجدت الكون او العالم هنا الخصوصية في الديانة البيضية ان الاله موجود هم يؤمنوا بالله ولكن الاله مع انتها الظهر او النجم نقوله تخلق هي الديانة الوحيدة اللي تتكلم كيف خلق الاله كل الديانات الاخرى تكلمنا عن الله وما تحبش تبحث ما هو قبل الله بينما الديانة البيضية هي الديانة الوحيدة التي تتكلم كيف ظهر الله طبعا القصة هي رمزية طبعا هناك قصص اخرى منها انه ظهر انسان كلي وهذا الانسان الكلي قام بصلب نفسه او ما يسمى بالتفحية وقطع اجزاء الاربعة اللي هي اليدين والرجلين وهكاكا عمل الجهات الاربعة والعناصر الاربعة التي هي الماء والنار والهواء والتراب وطبعا العناصر الاربعة هما في الحقيقة انقسام لعنصرين اللي هما الضدين اذا هذه الفكرة الاساسية او القصة كما ذكرها الفيديوين في الكتب متاحهم ولكن من بعد ذلك كل واحد يفسرها ويقول لك المثل يضرب ولا يقاص عليه يعني هي مجرد كما نقوله احنا التشسيم لفهم كيف ظهر الاله طبعا انا من نجمت نذكر لكم كل القصص المذكورة على خطر بعد كتابة الفيديوين كل واحد اعطاها تفاسير وفهم اسماء والاسماء يعني نطقهم تاحهم صعب ويمكن مع انت ما نفهموهمش انا مانيش بش ندخل في هديك التفاصيل المهم هذا الاله الكلي اول معمل هو انه خلق آلهة اخرى والالهة الاخرى هي وقعت في سراع لو نقرأوا الكتب الفيديوية نلقاها تتركز على حاجتين مهمين هي التكاثر او ما يسمى بالجنس بصفة خاصة والحروب هذه نقطة ياسر مهمة حتى في الرسوم متاحهم موجودة واضحة وهذه الآلهة عندما دخلت في سراع بدأت فيما يسمى بخلق الكون او ظهور الكون لانهم هما ميتكلموش بمفهوم خلق فهمتها؟ هذك هي مع انت الفرق من بينهم من بين الديانات السماوية او الديانات اللي جات وتؤمن بالخلق هما بالنسبة ليهم كل شي طبيعي ما فهمش موت ما فهمش حياة هي عبارة على دورة لا نهائية وفي هذه الدورة كل مرة يظهروا اشخاص خرين وكل مرة يتبدل المظهر الخارجي بينما اللب هو واحد اذا هوني بالنسبة للفيديا الاصل هو الشر هذك عليش في الفيديا او حتى في الديانات الهندوكية يقول لك لازمك تقبل الشر الشر هو الاساس يعني كيجيك حاجة شر ما تحزنش لانه متنجمش تحزن من حاجة هي القاعدة بينما لازمك تفرح كيجيك الخير هذا هو الفرق يعني الشر هو الاساس والخير هو استثناء يعني انت لي تخرقه هذه نقطة ياسر مهمة في المعتقدات الفيديا اما بالنسبة علاش احنا موجودين طبعا بالنسبة للفيديا احنا موجودين نتيجة صراعات الالهة يعني كيما واحد يصنع لعبة ويبدأ يلعب بها ولكن هذه الالهة فيها ما يسمى بالالهة الشريرة وفيها بالالهة الطيبة اللي من بعد الجسدة فيما يسمى بالديانة الزردشتية وهذا الصراع بين الالهة الخير والالهة الشر هي اللي تسببنا المشاكل ولكن الالهة الشر هي المسيطرة على العالم هذا لانها في عالم مادي لان المادة عند الفيديا هي شر هنا يذكروا عن تعدد قصص الفيديوين في المسألة هذه يقولوا ان الدنيا بالعكس يعني الانسان وقت يتولد لولاية يفرح بينما الطفل اللي يتولد يعرف اللي هو ما لازموش يفرح لازمو يبكي فما اشخاص يقول لك وجود ما في الدنيا هذه حظ لازمك تفرح بالنسبة للفيديا وجودك في الدنيا هذه هي عذاب يعني ما هوش حظ ولازمك تصارع وتقاوم باش ما عادش ترجع للدنيا هذه اذا بالنسبة لهم الحياة متاعنا هي صراع من اجل ان لا تعود للحياة لان اهموما كما قلت لكم ما يؤمنوش بالموت والحياة وانما يؤمنوا بالدورة يعني جيت لهوني في عا انت مجبور لان هالالهة ارادت او الظروف خلاتك موجود ولكن انت المهمة متاعك في هذه الحياة هي ما يسمى التقرب لالهة الخير والتي هي في الاصل بالنسبة لهم هي الجوهر متاعك الداخلي لان البيضة العظمة بالتونسي يقولوا العظمة بالعربية والتونسي يقولون هذه البيضة فيها ما يسمى الجوهر وكل واحد فينا في الكون سوى نبات سوى حيوان سوى حجر سوى انسان هو في الحقيقة عبارة على بيضة يعني الظهر متاعه مادة ولكن في الداخل متاعه الجوهر الذي هو الجزء من الجوهر الاصلي للبيضة الكلية الاولى طبعا الكلام شوية صعيب ولكن كان تركزوا فيه تو تفهموه اذا احنا مهمتنا في الحياة هابي حسب الديانة البيضية هو انك تقترب من الخير لكي لا تعودي هذه الحياة لا تعود لأنهم بالنسبة لهم الحياة هذه عبارة على اختبار هما في الامثل متاعهم يقول لك مثلا الحديد ما ينجم مع انتها يولي يصلح لا ما يضوب بالنار فهمت؟ يعني حتى الذهب لازم مع انتها يصهر بالنار بش يولي ذهب ممتاز وحديد عنده شكل حتى اللوح لازم يتقص بالمنشار بش تنجمت جد الطاولة اذا الفكرة اللي لازمكم تفهموها في الديانة البيضية هي ان الشر هو الاصل نرجع لكم للقصة متاع الانسان وقته يتولد الناس تفرح بينما المولود هو يبكي على خطر يعرف روحه اللي جاي هوني بعد انتها للدنيا هدية كامتحان وكعذاب ولكن وقته يموت الانسان الناس تبكي بينما مع انتها في الاصل لازمهم يفرحوا لانه انتهى من الاختبار متاعه ويمكن معادش يرجع لهوني لازمهم يبكي وكان هو بش يرجع مرة اخرى هو في الحقيقة وقته يموت كانو سل ما يسمى للخلاص من الدورة المادية فهو سوف يفرح بينما لو لم يصل فسوف يعود لهذه الدنيا ومن هنا خرجت الديانات اللي تؤمن بالدورة والعودة والرجعة وغيرها من الامور اذا الموت والحياة ليس موجودة بالنسبة للخير والشر بالنسبة للديانة الفيدية يقولوا الاصل هو الشر ولكن فما شر اقل شر من شر اخر وهذا هو اللي نسميوه الخير شوف الفكرة متاحهم كيفاش اذا هذه معنات الفكرة المهمة ويقول لك اللي العالم هذا عندما خرج من عالم الظلام او عالم الشر الكلي عندما خرج بنقيضين فما نقيضين وسراع هذوم النقيضين هو اللي يجد العالم هذا اللي احنا موجودين فيه واحنا ضمن هذوم النقيضين يعني انا النجم نكون شر اقل شر من واحد اخر فنعتبر انا خير منه بينما واحد اخر يعتبر الشر متاعه اكثر يعتبر بالنسبة لي شر اذا الفكرة متاع الفيدية ان الله اللي هو ما يسميوه الله ما يسميوهش الله هو ما يفهوم الله وانما ان هذا الاله هو ما يسمى بالايقونة الذي ظهرت او طفت من عالم الفوضى الكلية وهو اللي يحب ينظم هذه الفوضى وبشي ينظم هذه الفوضى اوجده هذا الكون ولان اوجده من فوضى فهو فيه سراع شي طبيعي وهذا السراع هو اللي بشي يدي فصل الشر الافضل اللي نسميوه خير عن الشر اللي اقل خير اللي هو نسميوه شر يعني هما تفسير متاحهم للوجود متاعنا هو تفسير طبيعي جدا يعني ما هوش معنتها كما تذكر الأديان وإله وخلق وكذا ما عندهمش هذيك الفكرة رغم اللي عندهم كل الافكار اللي موجودة في كل الديانات عندهم موجودة ولكن بطريقة خاصة وهي تتعلق سوى بالآلهة أو بمن ينتصر من البشر اللي هما يعتبروه أقرب شي للآلهة في العالم المادي وهنا فكرة جدا مهمة في الديانة البيدية عندما يقسم ما يسمى بالعناصر الأربعة الجماد، النبات، الحيوان، الإنسان وهي المراحل الأربعة اللي وصلت فيها المادة إلى مرتبة ما يسمى بالإله الكلي ولكن هذا الإله الكلي اللي هما يتكلموا عليه هو ليس موجود على عرش أو في مكان معين بل هو الكون لهذا هناك القصة متع إن هذا الإله صلب نفسه أو ضحى بنفسه وجزأ نفسه وقطع نفسه لكي يكون هذا العالم ومن هنا جات فكرة عند الصوفيين ما يسمى وحدة الوجود بالنسبة للديانة البيدية النفس والمادة متشابكين مع بعضهم كيمة لقطن لقطن اللي هو نسميه النجم المادة والشوكة اللي في وسط لقطن من نجموش نفسه الشوكة من لقطن ما غير من قطعه لقطن هذاك علاج يقول لك النفس عندما تخرج من الجسد الجسد يموت وهذه هي الفكرة الأساسية متحم العنق متع المعتقد متحم هو عنق فلسفي عقائدي داخلي روحي قوي جدا ويرجع لطبيعة الإنسان وهنا نذكر لكم قصة أخرى في نفس المجال وهما يتكلموا عليها كيف طفط هذه البيضة على ما يسمى الفوضى الكلية ليس كيف يعني المثل كيف شوقع في الدنيا هذه هما يرمزوها بفكرة ما يسمى بطفان نوح يعني هما يقولوا أن الآلهة خلقت شخصين أخوين فهمتها؟ مش لازم نذكر الأسامي متاحهم مرأة وراجل ومن المرأة وراجل هادوما جاءوا عدة بشر فهمتها؟ المرأة وراجل اللي هما أخوات زوز أخوات وجاءوا عدة بشر وتكاثروا في الأرض وعملوا ذنوب كبيرة وتحالفوا مع الشر ياخي الآلهة ما يسمى الآلهة الكبيرة أقضعت عليهم الكل وما منعت كان زوز برك طافوا على المال بعد لغرقت كل الأرض ومن هدوم الزوز عاودت جهة البشرية توا هذه القصة متعنوح وكل القصص اللي تجدوهم في اليهودية في المسيحية في الزراجتية في الإسلام لكلها 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 لأكتلكم اللي موجودة في ما يسمى الكتب الفيدية حتى مثلة الجنة والنار مثلة الحوريات كل شيء موجود بالتفاصيل وأكثر دقة إذن كل الديانات سرقت من الديانة الفيدية لأن الديانة الفيدية تعتبر هي الرمز الملهم لكل المعتقدات البشرية هذه مع أنت الفكرة اللي حبيت نوصلها لكم إذن ما نعرش كان فهمتوا الفكرة منتع الفيدية اللي هي قريبة نوعا ما من الفكر الغنوسي غير أن الفكر الغنوسي ما ياخذ أبعاد أخرى ولا يريد أن يجسم الخلق أو الكون أو الوجود وإنما يعتبر سبل المعرفة هي حسية ومادية أو كما يقول البيديين ظاهرية وباطنية هذه هي الفكرة الأساسية منتع الفيدية أحنا عنا في الديانات بصفة عامة السماوية أو غيرها يقول لك فما العلم الطبيعي ما يسمى بالعلم متاع الكون والوجود وكل ما هو مادي والعلم الروحي بينما في الفيدية وفي الغنوسية هناك ما يسمى الظاهر والباطن والظاهر هو كل ما هو مادي ويعتبر ليس له قيمة بينما الباطن اللي هو الجوهر هو أصل الظهور أو ما يسمى بالمادة ولهذا لا يعطون قيمة كبيرة للمادة بحد ذاتها لأن المادة تتبدل وتتغير ولكن الجوهر اللي في داخلها هو الذي يتم سقل عن طريق العودة المستمرة إذن الفكرة الأساسية للفيديا إن هناك فوضى وفي هذه الفوضى ظهر بطريقة طبيعية ما يسمى بالرب الذي أراد أن ينظم هذه الفوضى فأوجد هذا العالم أو ظهر هذا العالم في ذاته ليس خارج عن ذاته ومن خلال هذا الظهور ظهرت المادة والعناصر الأربعة والما يسمى الجماد والنبات والحيوان والإنسان وهنا الإنسان هو التمثيل المادي للذات الإلهية الأولى يعني مهمة الإنسان في هذا الكون إنه عندما يأتي يلقى فوضى ويلقى دمار وهو المهمة بتاعه إنه ينظم هذا الدمار وبش ينظم هذا الدمار لازم أول حاجة يعترف بها إن العالم هذا شر وقت يفهم هذه الفكرة وتدخله المخ ويقتنع بها يولي يعمل بش يخلق فترات ما يسمى الفرحة أو ما يسمى بالنظام في ذاته ومن حوله وبهذه الطريقة يصبح مثل ما يسمى الرب الأول الكلي الذي نظم هذا الكون وأدى إلى ظهور هذا الكون وهنا الفيديين مش كما الهندوكيين الهندوكيين يقسمون المجتمع إلى أربع أقسام يعني ما يسمى بالمزارعين والرهبان والمحاربين والمنبوذين بينما الديانة الفيديية تقسم إلى قسمين ما يسمى بالرهبان وبالعامة ومهمة الرهبان هو مساعدة العامة أن تصل إلى الرهبنة أي بالنسبة لهم أي إنسان يولد ويصبح راهب أو عالم دين فهو في المرحلة الأخيرة قبل الخلاص أما ليأتي غير راهب يعني إنسان عادي فهو لازم يعمل بش في الحياة القادمة يأتي راهب ما يسمى بالسيد الذي يساعد عامة الناس على الأصول إلى الخلاص هذه هي الفكرة الأساسية متع الديانة البيدية التي تقوم على أن العالم شر وهذه الفكرة رو ياسر مهمة على خاطر أكثر الناس تبدأ تتشكى تقول لك عندي مشاكل عندي كذا شبه الدنيا عكسة معايا دي ما كذا معنطها يبدأ معنطها يمرض ويعدي حياته كاملة وهو يتعذب حتى لهم يموت ولكن عندما يقبل الفكرة أن كل شي شر وأن الشر تيجي هو حاجة طبيعية في هذه الحالة فقط يصبح عنده وعي أن السعادة راهي ما تجيش وحدها أن لازم هو يخلقها ولازم هو يكونها ولازم هو يخلق السعادة في داخله أول شيء ويحاول بش يخلق السعادة للآخرين أما بالنسبة كما قلت للموت الموت ليس مهمة لأن الموت إلا للمادة هذه هي الفكرة الأساسية للديانة البيدية اللي انطلقت منها الديانات الأخرى سوى الهندية أو الديانات السماوية إلا أن الديانات السماوية أكثر سهولة للفهم لأن الديانة البيدية بكل صراحة جداً معقدة رغم سهولة امتاحة أو ما يسمى البساطة امتاحة أما بالنسبة للغنوصية لا تعتبر أن الأصل هو الشر وإنما تعتبر الأصل هو لا خير ولا شر وهناك ما يسمى فقاعة ظهرت في وسط هذا الخليط من الخير والشر أو ما يسمى بالمحايد فهو لا سلبي ولا إيجابي ظهرت فقاعة فيها السلبي والإيجابي وهذه الفقاعة انقسمت وأظهرت ما يسمى السلبي والإيجابي وعندما ظهر السلبي والإيجابي وقع صراع من بناتهم وهكذا ظهر العالم هذا هو التفسير الغنوصي طريقة مبسطة كيفاش وهو يقرب جداً من الفكر الفيدي الذي يؤمن إن كل شي طبيعي ليس هناك خلق بمفهوم الخلق وليس هناك نهاية وليس هناك بداية وإنما هي تطور طبيعي جداً لما هو موجود في الكون لهذا الفيدي تعتبر إن كل حاجة موجودة هي في الحقيقة موجودة كجوهر مش ممكن إنه تظهر حاجة مادية ولا تحتوي على جوهر هذاك علاش عندهم ما يسمى بالباطن والظاهر والظاهر هو الذي يتغير بينما الباطن هو الذي يتطور عندما يكون عنده ظاهر أما نحو الإيجابي ويصبح هنا في مرتبة الإله أو الرب الأول أو نحو السلبي وهنا يقترب من المادة نظن هذه الفكرة مع أنت واضحة أجبتكم تقريباً على كل الأسئلة التي تخص الفكر الفيدي كما قلت لكم الديانة البيدية رغم إنه نطلق عليها ديانة بيدية ولكن ليس لها أي شيء من الديانات لأنها جداً مرنة ومتفتحة وتعطي الحرية لرهبانها أو ما يسمى بعلمائها أن يخلقون على حسب الوضع متاحهم وعلى حسب الزمان متاحهم فكرة لمجموعة من الناس لكي يساعدوهم على الخلاص ومن هنا جاءت فكرة معانتها خلق الديانات واللي أدت إلى ظهور الإبراهما والبراهما هما اللي يعتبروا معانتها أوجدوا هذه الأديان الموجودة سواء الديانات الهندية أو حتى الديانات السماوية وهناك من يذهب ويقول إن إبراهيم الذي أوجد الديانات الإبراهيمية أو ما يسمى بالسماوية هو أحد الإبراهما اللي جاب فكرة الديانات السماوية نظن هنا نكون وصلنا لآخر الفيديو ونتكلمه في الفيديو القادم حاول ما يسمى الإبراهما والديانة الهندوكية من بعد نتنقل مباشرة إلى أهم دين اللي همنا هو الزردشتية بشأن بعد ندخل في الديانات السماوية الإبراهيمية اليهودية والمسيحية والإسلام التي تعتبر بالنسبة لي ديانات الهدف انتاحة ليس السمو الروحي للإنسان وإنما الهدف انتاحة أكثر شيء سياسي من أجل السيطرة على البشر والسيطرة على العالم بينما هدف الديانات الطبيعية أو البيدية أو الغنوصية هي ليس فكرة السيطرة وإنما فكرة التفحية من أجل تنظيم العالم والفوضى هذا هو الفرق من بين الديانات التي تسعى للسيطرة على البشر أو السيطرة على العالم والديانات الطبيعية مثل البيدية والغنوصية التي تريد أن تنظم العالم وتنشر ما يسمى بالخير ضد الشر نظن الفكرة واضحة ومعا فيديو قادم وبإسلام ترجمة نانسي قنقر